عادت اللقاءات الثقافية والأدبية وتوقيع القطب والروايات الاجتماعية في معرض بيروت العربي الدولي لتعود الحياة إلى بيروت من جديد والتي اشتاق لها اللبناني كمتنفس بعيدا عن يومياته الروتينية وكملتقى للمثقفين ولمحبي الكتاب والرواية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق القاضي غالب غانم وقع كتابه تحت عنوان أيام الصفاء والضوضاء كسيرة ذاتية بحضور العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فحضر العديد من السياسيين على تواقع قطب عدة وجال في أرويقة المعرض معبرين عن سعادتهم في هذا الحدث الثقافي والذي له دلالة إيجابية في هذه الظروف الصعبة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم تحدث عن هذا الملتقى الثقافي بفرح وإرادة واستمرارية لبيروت متنفس مهم جدا متنفس من أجواء السلبي الموجودة في البلد نحو الأمل نحو الثقافة نحو تطوير الذات هروب صحيح ليس هروب من المشكلة ولكن لا هو استغراق بعملية فكرية بتطوير الذات بتلاقح الثقافات عم نشوف تنوع عم نشوف تعدد هذا أمر كتير حلو هذا بعزز الحوار بعزز المعرفة بيروت التنوع بيروت الجمال بيروت الثقافة ستبقى وبيروت المقاومة أيضا وجزء من المقاومة أنه الإنسان يعزز وجوده يعزز ثقافته وبينفتح على الآخر من باب الندية ومن باب الحوار ومن باب البحث عن الحقيقة على القاعدة الإنجلية اللي قال السيد المسيح أعرفوا الحق والحق يحرركم وفي جهة مقابلة وقع الإعلامي والكاتب السياسي حسن الدر روايته تحت عنوان الموت الجميل بدعوة من دار البيان العربي بحضور العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية هو هالإنزياح بالعنوان علامة جذب وتشويق وهو في شيء منه يعني كل واحد كيف يشوف الموت يمكن فيه نقد لبعض الفهم الخاطئ للموت مثل الانتحاريين اللي بيقتلوا أبرياء مثلا هنا لو ما شافوا الموت جميل ما كانوا أقدموا على هكذا فكرة فيه توضيح ورفع لكثير من الالتباسات اجتماعية ودينية وسياسية اشتركوا في القناة